بص بقى للخبر ده متتخضش عشان وده خبر معتاد احنا عارفينه يعني بتقال طول الوقت يعني عدد من أندية الكسمين الثاني والثالث اللي حضرت اجتماع اتحاد الكرة في الساعات الماضية طلبوا بايه يا أولاد طلبوا بحاجة مش مفاجأة خالص الغاء الهبوط من الكسم الثاني والثالث والغاء دول المحترفين اللي هم نوين يعملون الموسم اللي جاي دي الأندية طلبة كده يعني والأندية دي اقترحت انه يقوم دول الكسم الثاني الجديد من ثلاث مجموعات وتضم كل مجموعة عشرين نادي بدل ستاشر نادي يعني يلعبوا بالنظام القديم اللي هو ثلاث مجموعات وبدل ما يبقوا ستاشر يبقوا كمان عشرين يعني هم الناس بيدوروا على دول المحترفين عشان يقللوا ويخلوا في قوة وفي منافساته بتاع فالآن دي طلبت بعدها من الهبوط يعني انت تبقى خسران فبعد ما بتخسر وبتهبط تروح جالي على التحركة تقوله لا بص أنا جامعي لهم بقى وأنا عايز ألغي الهبوط يا سلام يا سلام أنا الجملة دي لما بسمعها بتجنن بتجنن على الفجر احنا كل سنة الخبر ده أنا طيبا بقوله من سنة ما بدأت الشغلانة كل منادي يهبط سواء بقى في الدول الممتاز في دول الدرجة الأولى في دول الدرجة الثانية الثالثة هتلاقي الناس يقولك ايه ايه رأيكم هنلغي الهبوط هاي النفس الأندية دي اللي هبطت تقولك ما نلغي الهبوط بقى يا جماعة السنة دي ويطليهم لهم أسبابهم بقى يقولك أصلا أسباب اقتصادية ونطور ونعمل مش عارف ايه طب انتوا بتنفسوا ليه يا جماعة هونت بعد ما بتخسر وبعد ما بتهبط وبعد ما بتفشل تقوله أنا عايز ألغي الهبوط عايبة خلاص احنا مفقود نعدي المرحلة دي كبيرنا على الكلام ده أنا مش بكلم عندي بعينه بس مش كل شوية نعيش الجدل ده يقولك لا أنا ما نغيتش الهبوط أنا هنسحب وأنا هعمل طب وانت نافست ليه من الأول أصلا عدام انت مش عاجبك النظام نظام موسابقة فيها ناس فائزة بالبطولة وفيها ناس صعيدة وفيها ناس بتهبط مش ممطقة يعني